هذا البرنامج والصاخر أبدا الواقع هو اللي صار مسخرة على الآخر وضحك على التقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شي المهم قلت بأشكي عليكم قليل وبالمرة أقول للمشاويين وششش ولا نخص السلام عليكم سلام أكثر من المطر حاجة كتير كتير حاجة زي الرز لا 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 زي فلوس الحوثة هذه السبتة جبهات المسجين غير 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 جبهات كلها جديدة الهند من أربع من أربع يا ملاعين من أربع أربع برواتب اليمنين وموارد بلادهم مشرفي الحوثة كملوا خلق الله دهدها للجبهات وهم من زواقه لا زواقه كل أبوتهم بعد الفلوس عمانوا بالتعدد أتقوا إلى مثنى وثلاث والقبيل الزنبيل إلى الصناتيق وهم لقوا الرطيب الرطيب ما أحد مستفيد من الحرب زي مشرفي الحوثة فلوس واستثمارات وعماير وهي لوكسات والرطيب الرطيب يرسل المصروف دبال ويغيب من البيت تتسلبوا الهبلة القديمة وإنكم يا أبو قرنبع يقول لها استدعونا للجبهة الشهر معاناة جبهة جديدة وهي تشول يداته وتدعو له بالنصب والثبات وبعض الصموت يرقع لها مورد الخدين وكرشة مثل لا قدام ومستعقيل يشتير جعل الجبهة جديدة تسيح القديمة يسقط العطوان وفي سره يقول شاء الله ولا فالك يا وجه الناس محد مستفيد من استمرار الحرب مثل مشرفي الحوثة حث ثلاثة المجتمع وهراتع كل حارة وقرية ما عمرهم حلموا بعيشة الملوك اللي هم فيها اليوم وسط شعب قاوع ومنهوب ومقتول شوف يا شخص شوف لازم تشوف حل القديمات حق المشرفين حقوقهم ضايعة مش وقت ما تحزق عليكم تبندقوهم وتطلعوهم المسيرة وقت ما الأمور سابرة تقبلوهم قبهات قديدة طبعاين ما عجين تخبر نص مشرفينك بيموتوا ومسممين إن شاء الله خذل أتأخذي خلونا نشوفه شكرا قالوا الحوثة وحكومة حزية زي طالبوا شركة كاميران بتسليم 38 مليار ريال متبقية في رصيبها دلهم عليها عبدو قشر مدري مدري بيشر اللي عينوا وزير تقارا كذا الشفافية ومكافحة الفساد يا عبدو ولا بلاش هذا الهرتو كان استخال من اللقنة الثورية نعم بسبب الفساد ما وصل لك يلا عادية تغروها مكافحة التدخين بالمرح نالوا البردغان لا يقي من فرجينيا ولا يشتي ستيرات قفلوها بعد صافر وقالوا كمان نقات عبدو القندي من قصف في تعز استهدف سيارات قيادات انقلابية نعم وهرب من قصف الأباتشي فوق موتور عبدو رامبو ولا يش نعم التصلبه حسن زيد يضحك يقول له ها هل آمنت بالموتور ولا عادك هيا بالله عليكم لو هو صحيح بكم الصاروخ وبكم عبدو القندي هذا أعبات يا تحالف رقعت تدقلي صواريخي كاميريان بكل مكان عمومان شهر الأباتشي قل لي كيف باتت خارق من الملاطين للأخبار كمان الحوثة بالحديدة يطردوا أربع أطفال أيتام اعترضوا على المشرف وطردوهم من دار الأيتام بدعوة أنهم كبروا هاي هاي مو قد بتودوهم القبهات كملوا لي بالمزيد والمزيد رقعتم باتتقاه الأيتام الله لا أوفقكم قلتم كبروا ها عاد كل الأيتام اللي صنعتوا مآسيهم با يكبرون يرقعني فارع على بقائكم منهم أصبروا بس وآخر ما قالوا أن الشخوة عبد الملك الحوثي يرسل تهنئة للعالم بمناسبة الحب بيرت دي حق فاضما الزهراء شهادة المخلقة حق الزهراء عليها السلام عندك يا شخوة ولا إيه بس اللي أبوها صلوات الله عليه لا يقرأ ولا يكتب عش تعرف كيف سدلتوا تاريخ الميلادي وهيقري ولا ميلادي يا عم أقول لك أستحي بطلت عن قال يا شخوة عهد النات مش مصدقين أنه النبي قدقاب تنبو على الاربيت ملعوة يلعب عليك يا رات قول الله الله طريق مش تنبع للصفحة الأولى بالثورة موتش تدخول هادي قدتي حلم حياتي أحتفلوا بعد ميلاد قدتي نريد قرب لك هذا المبجوز عليك بالله هذا أنت وهو بحلف واحد سيكلة القدات مقرراء على الجميع هو كمان قال نفس الموضوع لأصحابه ولازم يحتفلوا بعد ميلاد قدته بس هي قدته صيد مش مثلك ناصب وبعدين ما مرش عليكم في كتب الخريط حقكم أنه النبي صلوات الله عليه قال والله لو أن فاطمة بنت محمد فرقت لا قطعت يدها سلم رواتب الناس يا سارق يا ابن السارق وين وديتوا خزينة اليمنين يا لصوص سبعة مليار دولار نقضية نصاب علم قدتها قال يهني مدريمان حتى حمالة الحطم ما يشرفهاش واحد سارق أبتر مثلك قولوا خير اللهم اقعلوا خير فقه أي يطلع لي بث مباشر من الفيسبوك أخوه ما شوف منه دامنا الصبح مبكر وإنه القيانان هذا وسيم أبو المقالي نتمنى أن نستطيع أن نلحقش بعض الإنجازات في ما يخص صناعة السلام في اليمن سنستمر في محاولتنا كل من مكانه ورقع ورقع كل من موقعه أيام شوالله قلت ما فيش عمال بمنزول في يناير هو هاشتاق بالفيسبوك كل ما حيرفت نبشته سأكون صريحا معكم أريد أن ينتصر أحد الأطراف في هذه الحرب الملعونة ويفرد خياره أيا كان فمن الصعوبة بمكان عقد سلام بين هكذا أطراف زي أبقية هاشتاق علي البخيتي أي يوم ذكرك ذا الحين بالسلام يا حمامة المقالي ما عادك قبل أيام تقرح طماش بصفحتك بتحرير المخاء لا نستطيع إلا أن نرفع قبعاتنا شكرا لكل من يساهم في تحرير المخاء وبالأخص منهم أبناء المحافظات الجنوبية فدخولهم المعركة كان علامة فارقة هاشتاق علي البخيتي أمام المنشور اللي قرأوه يقولوا أنه علي مقلاب القبهة الثانية مفاق قل لنا هاش فيه مو بين صناعة المقالي حقاك وبالتالي صناعة السلام في اليمن هي مسألة مصيرية ليس فقط من منطلق المصالح البطنية لكن حتى من منطلق المصالح الشخصية لنا ها هاي يعجبنا أفيه سراحته كده دباش والسوق يقبل آه يقبلوا نوس كام يا هبلان بعدو بعدو هنا رفع الفلوس قالوا سيما هنا ناصر الموليشيا والتمرد على هذا المفتري قالوا مبدأ هنا في حقف المفتري الطاغية نفسه قالوا ذيب وكام يا تقفاز والتصفيق بعدو بعدو المهم أحببت أن أودعكم من مطار الملكة عليها وإن شاء الله متوجه إلى الرياض وسنلتقي ببعض الأصدقاء والأحبة حلاوتك حلاوتك يا الرياض اللي كانت قرن الشيطان والأصدقاء والأحبة رجعتك نشوف التهريك على عصوله نشوف ديور شاء الله تشوف أبا لا فوق أصحابنا المقتربين المساكن لا 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 ما سدينا أفض بأطرح كل أخي سياسين دخلت الاشتراكيين نكبته واخترقته دخلت مع الميليجيا انقلبتهم وقلفتهم رحت مع المخلوم ما عاد شاك بعدك عافية باقي للشعب هذا شوئي هذا المغتربين يصرفوه عليه لا عادتهم كبهم اللي فيهم مكفيهم وأشغالهم باقت أوضاعهم تعقدت أغلى مقالاتهم تقفلت سوق ذهب اتصالات وظائف وقرحت لقان مخالفات شغالة وربنا يستر حالتهم حالة باقي المساكن دولة ما همش بحاجة لصناعة السلام حقك خليهم وساط الزيود يطلبوا الله بشرف على أولادهم لا تنزل حفرتهم ولا ينزلوا حفرتك لا تعبي لهم زيت ولا يعبولك زيت سدينا على سفراء ووزراء واستخبارات حلو روح كوش عيش حياتك من قولا قول جربنا كل هذه الأمور جربنا الحروب جربنا السيطرة جربنا الاستحواذ في النهاية فشلنا اها شفت كيف فشل عشان كده تحديداً خليك بعيد من المقتربين الطيبين ومن التهريك حقك اللي قال السيدة يحقبه على البسطة المهم يا جماعة استنيت بعد ذا البث حقه ها ايه يسوي بالرياض ايه يسويه ايه يشمعه من خبار غير التمنبع من مايدلة الثانية وهوبا كيف طلعت صناعة السلام في اليمن عنده هادي المرة حاجة عقب بعد اسبوعين وهو في الحفرة طلع بهادي الفكرة فكرة الانفصال باب 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 والسلام معك يا ليج يعني لما قد قوات سيدك وعينك لما دخلوا في 94 عدن قفزت تعسكر بالامن المركزي ولما دخلت ميليشية سيدك وعينك في 2015 لعدن تدمر وتخرب وتقتل الشعب بالقنوب كنت اكبر من الضلهم في الإعلام وتمسح قرائمهم والان لما قد قوات المقامة القنوبية قريب الحديدة قلت لي حقائق مرة والانفصال واقب خلاص ما حدبوش الوحدة أو الموت هاي ومن يفصلك انت وانت وحقك تتق الفاج من صح للثاني ومن ضرح للثاني ومن حض للثاني وفصاله في عامل والحر قضلها عامل هيا خلو علي مقلا يكمل ويروينا عصيدو الانفصال شوفكم بعد الخاص حلوة مرحبا بكم أكيد سمعتم ونحن سمعنا بالرتب بالقيش والأمن كلها من ملازم إلى مجير إلا عقيدة طرفة هذه ما قد سمعناش بها ولا شفناها حتى بالأحلام إلا في عهد الحوذي عب العظيم عزتين من منشت درجة ثانية إلى عقيد أمن بوزارة الداخلية زمن حوذي ابن حوذي من صدر بالله خلونا نشوف مؤهلاته كما عرضنا التلفزيون نشوفه آه درس بالقامة الكبير يعني بلا كليات شرطة بلا كليات أمن بلا معاهد عالية بلا وقع قلب صالي رابع واح وتطلع طيور ونقوم لا هناك لا هناك هبا تذكرت يا جماعة أنا كمان درست بقامة العيدة الروس وأعرف أنشت يا ويه يا عم حسين عراب شي باي خعرقيب ولا نقيب ولا أي حاجة مافيش لازم أكون يعني أدرس بقامع كبير نشوفنا بلا صوفي دقة لوم عفاشي وقاب وكيل وزارة داخلية حكومة حزيز حق الحوفاش وسألوا عن موضوع الرتب اللي تطاير على هراثي الحوذاء ومسحي أقواقهم نشوف الردم النوعية خانت شرفها العسكري والأمني للميليشيا والإنقلاب هات يا مغلس هات أنا أخوان أنا أنصى الله وقفوا ومن معه من القيش واللقان الشعبية التي مثلونها وقفوا في وقت هرب فيه الكثير وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا خلونا نقول جاهدة الزور ده انه اوكي نشوف وين وقف عب العظيم عزتين ده بالضبط هه وقف هنا تحديدا من يوم ما اعلنوا انقلاب ومن بعد شراك 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 احنا اكبر سراك وهو يسمكر ويحمم ويصنفر ويبخر برمي للثورة حمائي الحوذي وصل من صعدة كده هه وبعد وقفة عب العظيم صار هه شبه مقبول ومش بعيد انه فتح لقبها قديدة هه كان ينبع برميل الثورة يلبس بنطلون بدون حزام فوقف معه عب العظيم وحاول يهندمه قليل صح انه فشل لانه ما فيش فايدة في ابو فلخة هذا بس اهو طلع له برتبة في الاخيد يومي اكله عناب ويومي يحط صورته غلاف بالفيسبوك ويومي تجيب له لحمة هات يا حب العظيم هات اللحم اللحم على هذا سيدة الطعام اللحم على هذا السيد الضعب عندك رمسيج في كل حاجة عنصرية ومسيدة حتى في الأكل خيرة والله المهم والراه من فين ينهب العسيب الحالي وكيف يكوزنا وساونا وجاكوزي وطير مانا هذه الوقفات ولا بلاش وزي ما قال المثل عما بلجنة ثورية خير من جربة على غيل يلا بدأتها لا تكونش قذافي وختمتها قذافي صغير يا عقيد على الاقل القذافي قلس 43 سنة يحكم برتبة العقيد وانت بثلاث زوامل وقابقي بقاف قدك عقيد هذا وانت منشد كيف لو عادك شي ثاني مش كنت باطل هات العلم عالم مجاهد بسم الله يعني هذا المحن بشكل كبير جدا عالم عالم كيف 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 عالم وطرفة وفهنة ما تقيش بس معاً مشيها لك زي الرتبة بسيطة عالم وإيش مجاهد بسم الله ليش بتلمح يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي خراكتها نصلاح لأنني الآن أتمنى إن شاء الله يوفقني الجارة باب 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 وحانك تشتر لي وصقاك لي ما يوفقاك لا يسمعوك قلت بلقى معها كل قهب مشروعي عيني عينك طيب وش خيطة القائد وش أخوال كبير كيف يلا صدو بينها تكوم البنت ما علينا ما يرحمل للقبيل اني صدقكم زي هذا الأهزل زي يد الزرة ومكن هذا وعمل يابسات بدون اللحمة وللصندوق وانت مان بخار والرطيب الرطيب وباتقوش حتى القماعة دائماً ما أرتد عملي كلك يشواش قاشواش لا قاشواش كله لكم رواتب ورتاب والحراف واحده للشعب المنكوب أو السخ وأوقح لصوص مروا على الكرة الأرضية المهم البهاي من اللي عادهم يصدقوكم ويتبعوكم يفهموا لعاد وادفوا أكثر واسمعوا النصب السابق للفندمع الزطين معنا وش فلاه موسيقى 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 اشتركوا في القناة